اشتركوا في القناة والد لسه احنا بقايد استشارات طبية وصور اشعة وامور كبيرة انو الوضع مش خرج انو احنا نغامر فيه انو الوضع خطر جدا وفيه استئصال كلا وفيه شغلات كثيرة ان شاء الله بس تستقر الامور بخبركو بكل الامور شكرا على سؤالكو على دعائكو منتصف الشهر عند اكتمال القمر بكون منتصف شعبان فيه قراءة اسمها قراءة سورة ياسين او ودعاء منتصف شعبان تقرأ ثلاث مرات كل مرة بنية ويقرأ الدعاء بعدها ان شاء الله راح نزل الدعاء على القناة الثاني احتمالي اليوم يكون نزل او بكرة بنزل من الان ابدأ اسجله بصوتي على اساس تعرفوا تقرأوه عشان ما يصير فيه خربطة في الدعاء لانو فيه كلمات صعبة الدعاء مش كبير واسأل الله انو ربنا يتقبل مننا ومنكم ورح اكتبلكو برضو الدعاء تحتي اذا حابين ان ازللكو الدعاء مع سورة ياسين مقررات ثلاث مرات ثلاث مرات فبرضو بتقدر تكتبو اقتراحكو بتكون الدعاء لحاله انو انت تقرأوه هو الافضل انكو تقرأوا سورة ياسين وتقرأوا الدعاء مش الافضل سماعه ولكن اللي ما عندهم قدرة على القراءة بيقدروا انهم يشغلوا الدعاء ويشغلوا سورة ياسين وينهوا كل مرة بنية معينة لتحقيق شيء في خلال العام القادم يعني هو دعاء العام احنا منسميه خلينا نروح على توقعاتنا عشان ما نطولش بالكلام لانه في ناس بنزعجوا صاروا من كلامي او من المقدم اللي انا بعملها فخلينا نروح على التوقعات طبعا توقعاتنا اليوم ليوم الخميس خمسة وعشرين اذار القمر ما زال موجود بالاسد هو استقر بالاسد تماما ولكن اليوم رح يبدأ يكون فيه خلوم مسار اللي هو اللي بيستمر ليومين القمر موجود في منزلة الزبرة وانها هي للربح والحرية والصلاح والاصلاح ورح ينكذ فيها حتى تمام ساعة 12 و33 دقيقة ظهرا من ظهر يوم الخميس لا ينتقل بعدها لمنزلة الصرفة طبعا منزلة الصرفة هاي منزلة للربح وبرضه بتمفع للضرر وبتمفع للخراب وبتمفع للاصلاح بين الشركاء ولا تثبيت او ثبات الموظفين في مكان عملهم طبعا القمر لما بكون موجود بالاسد تأثيره على جميع الابراج على الكل انه في هاي الفترة بيكون الناس من حولنا اكثر كرما مما اعتدنا عليه من الناحية المادية والعاطفية وبيكون التركيز حول الاستمتاع والترفيه وتبادل العاطفة مع الحبيب بوسعنا التقرب من المسؤولين ومحاولة الحصول على بعض المطالب العادلة بوسعنا اقتراض المال والاستثمار واقتناء حلية ثمينة والتحلي بالشجاعة وارتداء ملابس انيقة بتلفت انتباه الاخرين الناه. اما بالنسبة للزوايا الفلكية فاليوم عنا زاوية فلكية وحيدة طبعا اللي بسألوا انه احنا المشتري او البلوتو في البيت الاول في البيت الثاني في البيت الثالث والقمر وهذا. الزاوية اللي انا بذكرها تأثيرها على كل الابراج عشان هيك بتضيفوا الزوايا وتأثيراتها على توقعاتكم بتلاقوا انه بتنطبق عليكم تماما ما بتغير على حسبوا ان الكوكب موجود او القمر موجود فهو تأثير الزاوية على الجميع بتكون نفس الشيء. طبعا بالنسبة للزاوية اليوم في عنا زاوية وحيدة هي زاوية تقابل سلبية راح تكون بين القمر والمشتري. وهي راح تكون في تمام الساعة وحدة و 27 دقيقة عصرا. اه تأثيرها انه لازم تنتبهوا او يجب توخى الحذر ممن يحاولون استغلال طيبتنا وكرمنا. يعني الناس اللي حولينا ممكن يستغلونا بالفترة هاي. يعني عواطفنا بتكون جياشة وسهل انه ينضحك علينا بمعنى اخر. طبعا بعد الزاوية هاي مباشرة يعني الساعة وحدة و 27 دقيقة عصرا ببدأ خلو المسار. خلو المسار هذا راح يستمر لغدا الجمعة لغاية الساعة ثلاثة و خمس وعشرين دقيقة صباحا. لا ينتقل بعدها القمر لبرج العذرة. زي ما حكينا فترة خلو المسار. هاي لانها طويلة شوي. يعني اكثر من يعني من ستة و ثلاثين ساعة. فتأثيرها بيكون سلبي. في هاي الفترة المذكورة لا تصلح للبدء باي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقد او خطوبة او زواج او شراء شيء ثمين. بل اكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار. اي شيء كان مقابل خلو المسار عزمنا النية عليه او اتفقنا عليه او اه دفعنا عربون عليه او بدنا نشتري او هات بتكمله عادي. حتى لو كانت فترة خلو المسار. ولكن في فترة خلو المسار انك تقرر على شيء او تنوي على شيء فهي فترة سلبية. بالنسبة للقمر طبعا زي ما حكينا انتقاله وهذا. بالنسبة لعمره اه القمر انحصار المحدد 12 يوم في تمام الساعة 12 و 17 دقيقة ظهرا بيصبح 13 يوم نسبة الاضاءة 80 في المية. اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم. الشمس في الحمل حتى يوم 19 اربعة سعيدة بنسبة 65 في المية اليوم. القمر في الاسد ما زال موجود بالاسد حتى يوم 26 ثلاثة منتحس بنسبة 25 في المية. عطارد في الحوت حتى يوم اربعة اربعة منتحس بنسبة 40 في المية. الزهرة في الحمل حتى يوم اربعة اربعة سعيد بنسبة 20 في المية. المريخ في الجوزاء حتى يوم ثلاثة وعشرين اربعة سعيد بنسبة 45 في المية. المشتري في الدلو حتى يوم ثلاثة وعشرين خمسة سعيد بنسبة 15 في المية. الزهل في حتى يوم ثلاثة وعشرين خمسة منتحس بنسبة عشرة في المية. ورنس في ثورة حتى يوم عشرين ثمانية سعيد بنسبة 15 في المية. نيبتون في الحوت حتى يوم خمسة وعشرين ستة سعيد بنسبة خمسة عاش في المية أما بلوتوف الجدي حتى يوم سبعة وشرين أربعة سعيد بنسبة خمسة عاش في المية وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا اليوم شبيه ليوم أمس لأن القمر مازال موجود بالأسد ولكن بتشتد رغبتكم اليوم في التقرب من أحبائكم مقضاء وقت ممتع معهم فترة مثمرة إيجابية بتنجح بحملة ترويجية أو ممكن تتروج لشيء خلال هذا اليوم فبكون هذا الأمر ناجح عشان هيك لازم تكون جريح في طرح الأشياء اللي أنت بدك إياها بتتسارع الأحداث بشكل مميز واستثنائي وممكن اليوم تتلقى جواب أو عرض أنت بتنتظره برج الثور بتحتل الأمور البيتية والعائلية القصة الأكبر من تفكيركم اليوم تجدوا تعاون من أفراد العائلة ممكن تلمس توتر على الصعيد الشخصي أو العائلة ممكن أنك تتآذر أحد أفراد العائلة أو أنك تساعدهم بشيء أو هم يساعدوك في أمر ما أهم شيء أنك تتخلى عن المواقف المتحفظة تجنب العمليات الجراحية خذ فترة متقطعة من الراحة وحاول أنك تستشير طبيبك قدر الإمكان برج الجوزاء بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات ومنكم ممكن يخرج في نزهة قصيرة بيكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار بتطالعك فترة حافلة بالواجبات والمسؤوليات على أنواعها أهم شيء أنك ما تتهرب منها ممكن يتغير الوضع لصالحك شرط التحلي بالليونة والدبنماسية في التفاوض ممكن اليوم يكون عندك كثير من الزيارات والتنقلات وبرضو ممكن يكون في مبادرة للتعاون ما بينك وبين أحد الأقارب برج السرطان تم فرصة لمكسب مالي من عمل إضافي مع هيك بتكون تحذروا من أي خطوة مالية وخصوصا إذا كانت الخطوة جديدة برضو إذا كان الأمر بتحلق بشراء حاجية ثمينة بتكونوا حذرين وتتفقدوا كفالتها أو وكالتها بممكن تعالج استحقاق مالي أهم شيء أنك ما تتسرع بتوظيف الأموال حاول أنك تدقق بالتفاصيل بتطمئن خواطرك نوعا ما وبتتحسن المعنويات بشكل ملحوظ أهم شيء أنك تتفائل برج الأسد بتبدأوا اليوم فترة أفضل من سابقتها بتعدلكم نشاطكم المفقود أكثر من يوم أمس بوسعكم المبادرة بخطوة جديدة بتدعم من مركزكم الاجتماعي ممكن توضح وجهة نظرك وتهتم بمظهرك تشعر بالحماسة الفائضة بتنشغل بوضع حجر الأساس لمشروع جديد ممكن تملك أفكار باهرة وحلول مظهلة اليوم عندك طاقة كبيرة حابب أنك أنت تستثمرها حاول برضو بعضكم ممكن يبدأوا صفحة جديدة في حياتهم أو قرار جديد يلتزم فيه برج العذراء ما زال القمر طبعا موجود في بيت متاعبكم لآخر يوم فعشان هيك بسيطر التعب عليكم لليوم الثاني على التوالي حاولوا تنظيم أموركم والمحافظة على صبركم المعهود خصوصا أثناء تصريف أموركم والتعامل مع الغير حاولوا أنك تحذروا من الأفكار السودة والوسواس والمعنويات المنخفضة ممكن تخيب أعمالك أو تتأخر أعمالك ابتعد عن الضجيج والصخب وحاول أنك ما تحسم أو تتخذ قرار اليوم ولا تكون لجوج لأنه ممكن يخذلك الحظ يعني بمعنى آخر حاول أنك تتمشي هذا اليوم بشكل روتيني وبكرة بتبدأ يوم جديد برج الميزان بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا الأصدقاء ومنكم ممكن يتلقى دعوة لحضور حفل أو مناسبة سعيدة بتكون تنقلاتك مهمة وبتتمتع بسرعة الخاطر ممكن تحدد توجهاتك الفكرية والاجتماعية وحتى السياسية وممكن اليوم تعرف لقاء داعم لإلك أو تكون أنت محل الأنظار فيه حاول أنك ما تماطل ما تتغيب وما يعني هيك ما تغيب عن الساحة تشجع على العمل الجماعي بشكل كبير لأنه فرصتك بتكون بهذا المجال برج العقرب بيتركز اهتمامكم حول المحافظة على مصالحكم في مجال العمل الفترة هاي مناسبة لللي بيبحث عن عمل ولكن بدك تهدئ من روعك ما تنفعل ابتعد عن المشاكل والخصومة اتجنب مخالفة القوانين واحرص على استقرارك هذا بيت السمعة فحاول أنك ما تشوه سمعتك بأي تصرف اتجنب الخلافات والمجازفات خصوصا الشائكة اللي بتحس أنه ممكن أنها تتطور واحرص على لجمها إذا شعرت ببدايتها الفترة هاي فترة بيت السمعة ما تحاول تخوض بإشي يشوه سمعتك برج القوس بتنشطوا في أمور إلها علاقة بالسفر والاتصال وخصوصا السفر البعيد والاتصالات البعيدة والتعامل مع مؤسسات تعلمية ممكن تشارك في حملة أو ورشة عمل وبتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم ممكن بعضكم يسافر في رحلة أو تفرح لإنفراج أو تسوي مهمة ابتهتم بهواية جديدة عندك حيوية ومتحمس لمتابعة المساعي وعندك القدرة على التواصل مع المحيط بشكل جيد وهاي فترة برضو ممتازة للأمور القضائية وبرضو للأوراق القانونية برج الجدي بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة ومن جهة ثم فرصة لمكسب بيجي من شراكة من دعويض ولكن من جهة أخرى يجب الحذر من أي شراكة مالية يعني بدك تستشير أهل الإختصاص يبل ما أنك أنت تتمفرد بقرارك ممكن تناقش بموضوع تمويل أو قرض أو ممكن تحصل على التسوية اللي أنت بتحلم فيها ممكن تناقش مواضيع مهمة وتجتاز امتحانات صعبة عالج الشؤون العائلية المهمة بمنطقية وعقلانية لأنه برضو في علامة استفهام على وضع عائلي برج الدلو بترغبوا اليوم في تدعيم شراكاتكم واليوم مناسب للقيام بعمل بتطلب تعاون من طرف آخر القمر بما أنه مقابلك بسحب من طاقتك فعشان هيك بتكون تحاذروا من الخلافات وما تضخموا الأمور اليوم شوي بتبدو مرهف الحس ومتوتر بسبب قلق ما حاذر من إثارة العدائية والبلبلة فمزاجك متقلب وعصبي وممكن أنك تثير النفور للي حواليك أو تثير النفور من اللي حواليك يعني على الجهتين بدك تكون حذر من هاي النقطة برج الحوت طبعا اليوم بيبدأ العمل بتراكم عندكم تدريجيا إنجزوا فقط ما بوسعكم من عمل دون المبالغة في ذلك بدكوا تنتبهوا لغذائكم وراحتكم أدويتكم صحتكم لا تهملوا الواجبات مهما كثرت أو صعبت حاولوا أنكم تنجزوا كل أعمالكم بشكل كامل راعي ظروفك الصحية كون دقيق ومنظم ومراعيا لظروفك ومعنوياتك لأنه شوي الأمر يعني ممكن يضغط على المعنويات عندك تحس حالك إنه ما عندك طاقة وممكن شوي تتلبك ببعض المسائل اللي هي العائلية ممكن صحة أحد الأحبة أو أعمال منزلية شوي تأثر على عملك أو تأثر على إجهدك وصحتك هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة اشتركوا في القناة